هذه الصادرات التي توجه يومياً من بريطانيا نحو الاتحاد الأوروبي بكل حرية ربما سيجد أصحابها صعوبات إن قرر الناخبون في المملكة المتحدة الخروج من هذه المنظمة القارية وهذا القلق يلقي بضلاله على جلسات السياسيين ونقاشات خبراء الاقتصاد الجواب الأكثر دقة هو أننا لا نعرف طبيعة ما ستكون عليه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لأنه لم يسبق لأي بلد أن غادر الاتحاد لكنني لا أستطيع التخيل أنه بمقدورنا أن نتفاوض مع الاتحاد على صفقة أفضل مما حققناه حتى الآن أضف إلى ذلك أن الخروج سيتسبب في حالة من الغموض وأصحاب رؤوس الأموال يخبرونني بأن ذلك سيكبدهم خسائر الخسائر لاحقت سلفاً بقيمة الجنيه الاسترليني الذي شهد تراجعاً كبيراً في الأوينة الأخيرة أمام اليورو والعملات الدولية الأخرى لقد شهدت قيمة الجنيه الاسترليني أكبر تراجعاً في يوم واحد منذ مارس عام 2009 والسبب الأكبر يرجع إلى المخاوف من مغادرة الاتحاد الأوروبي وبالرغم من هذه المخاوف فإن دعاة مغادرة الاتحاد الأوروبي يعيدون الناخبين البريطانيين بمستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً إلا أنه إلى حد الآن لا يستطيع أي طرف في معادلة البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته أن يتحدث عن حسمه لمعركة الاستفتاء المقرر إجراءه أواخر يونيور مقبل عبد الرحيم الفارسيس كنوز عربية لندن